إذ استجوب ممثلة شركتين تايوانيتين في إطار التحقيق في مصدر أجهزة الاتصال بيجر التي كانت في حوزة عناصر من حزب الله اللبنانية وقد انفجارها الثلاثاء إلى مقتل وإصابة المئات وفق ما أفادت النيابة العامة وقال مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين في تايب بي إنه تم طلب من مكتب التحقيق مواصلة الجلسة أمس الخميس لاستماع لإفادة شخصين مرتبطين بشركتين تايوانيتين نونا ذكر اسمهما وقالت النيابة العامة التايوانية اليوم أنها تأخذ القضية على محمل الجد وأضافت سنوضح الحقائق في أقرب وقت ممكن